إنها إعادة اعتبار الشخصية اليمنية منذ الإعلان عن اسمها ضمن قائمة الحكماء الذين اختارتهم شركة فيسبوك للنظر في المحتوى الجدلي على منصتها لم تتوقف حسابة نشطاء خليجيين ومصريين وصحف ممولة من أظمة خليجية عن مهاجمة الناشطة اليمنية توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل السلام مسؤولون رفيعون ومقربون منهم برلمانيون وصحف غربية تملكها السعودية والإمارات بالإضافة إلى آلاف الحسابات الوهمية في فيسبوك وتويتر كلها تجندت خلال الأيام الماضية للتعبير عن رفضها لوجود كرمان في مجلس الإشراف العالمي وتضمنت التدوينات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من التحريض بحق الناشطة كرمان ما دفعها للتعبير عن مخاوفها من هذه الحملة لم تتوقف الحملة الموجهة ضد توكل كرمان عن المطالبة بتراجع فيسبوك عن قرار تعيينها بل أطلق ناشطون في مصر والسعودية والإمارات حملة لمقاطعة فيسبوك وانضمت إليهم نائبة فرنسية وفي محاولة للتأثير على قرار الموقع الذي يضم أكثر من ملياري مستخدم حول العالم قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي إنه اشترى أكثر من ثلاثة ملايين سهم في شركة فيسبوك مقابل خمسمائة وعشرين مليون دولار أمريكي توكل كرمان قالت في أول توضيح لها إن أهم ما دفعها للقبول بهذا الدور هو العمل على حماية أصوات الناس وحرية التعبير وأكدت أن هذه هي رسالة بقية زميلاتها وزملائها في المجلس الذي يضم عشرين عضوا منصفة بين الرجال والنساء ويعتزم فيسبوك رفع العدد إلى أربعين عضوا في وقت لاحق وكانت كرمان قد تعرضت لحملات سابقة من قبل الجهات نفسها ووصلت محاولات الإساءة إليها إلى درجة اختراق هاتفها الشخصي من قبل الأجهزة الاستخباراتية الإماراتية في محاولة دائمة للنيل من الناشطة اليمنية التي رفعت صوتها في مواجهة العبث السعودي الإماراتي في بلادها اليمن الحرب لا تنتهي بانتزاع واعتراف بمشعور رعية وجود أمراء الحرب وميليشياتهم